بصرف النظر عن الأسباب التي أدت إلى توحيد الدمج أو وجود دمج في نظام واحد فيما يتعلق بهذه الأنظمة إلى أي مدى خدم ذلك الدمج في عمليات التمويه التي تقوم بها الدول العالمية النووية بالخلط ما بين الأسلحة النووية أو الصواريخ الباليستية النووية أو الغير نووية في مكان واحد طبعا إلى درجة كبيرة جدا وهذا ما أشرت إليه في البداية لأن الطرف الذي أطلق باتجاهه صاروخ وإن كان مزود برؤوس غير نووية سيعتبر هذا الصاروخ طالما أنه صاروخ باليستي وعبر للقارات وهو صاروخ استراتيجي سيعتبره بمصابة إشارة إلى بداية حرب عالمية وإذا ما يجل الطرف الثاني طبعا على التحرك وهذا يعني أن الحرب سوف تتحول من حرب واهمية أو حرب لا نتحدث عنها إلا في الروايات الخيالية إلى واقع هذا الأمر ليجوز الصماح بحدوثه وهذا ما يلزم الولايات المتحدة وروسيا بالجلوس لمائدة المفاوضات بشكل عاجل والاتفاق على خوان التصرف في حالات حرجة نعم يعني الإشكالية الآن هل تكمن في التمويه الجاري حاليا لبعض الدول في دمج الأسلحة النووية مع الأسلحة الغير نووية في مكان واحد أو بمعنى آخر عدم وجود حدود فاصلة لما هو نووي أو غير نووي أم في ربما إمكانية المراقبة والفصل بينما هو نووي وتقليدي نعم هذا الأمر موجود وكل طرف سواء كنا نتحدث عن الأمور الأسكرية أو السياسية الدبلوماسية دائما يريدوا إخفاء شيء ما عن أنظار الطرف الآخر وهذا الأمر طبيعي ولا عجب في ذلك وبالتالي لدى كل دولة اعتباراتها عندما تتحدث عن أن مثلا هذه الصواريخ لا تزود برؤوس نووية لكنها في الواقع تستطيع أن تحمل هذه الرؤوس هنا نرى مصلحة لهذه الدولة لأن تخفي نواياها الحقيقية عن طرف الآخر ولكن في نفس الوقت هناك عامل ردع قوي جدا سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو روسيا ولكن بالنسبة للولايات المتحدة بالدرجة الأولى لماذا؟ لأن هناك قائد للقوات الاستراتيجية الأمريكية صرحة مؤخرا بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون أقوى دولة من ناحية النووية لكي لا تستطيع لا روسيا ولا الصين اللي حق بها في هذا المجال لذلك الدولة التي يجب أن تبادر بإجراء حوار صريح حول استخدام هذه الرؤوس نووية وغير نووية هو الولايات المتحدة روسيا طبعا سوف تنضم وتلبي إيجابيا أي حوار أو أي فكرة للحوار بهذا الشان ويبدو أن هذا الحوار ندج منذ فترة طويلة أما إذا تحدثنا عن الشؤون الفنية فكما يقول الخبراء هناك إمكانية لتصميم وإنتاج أقمار صناعية تستطيع أن ترصد وتتطبع وتحدد ما إذا كان الصاروخ مزودا برؤوس نووية ولكن المسألة هنا تكمن في الناحية المالية لأن إنتاج هذه الأقمار الصناعية أمر باهز التكاليف ولي أعتقد أن حتى الولايات المتحدة في ظل وسياق ميزانياتها الأسكرية الضخمة لن تقدم على مثل هذا الحل للمشكلة التي كان يمكن أن يكون حلا جزئيا بطبيعة الحل وليس حلا كاملا سادي بجيني نسبة الخطأ التي يمكن أن تحدث هل هي بالفعل نسبة مرتفعة وما هي أشكال ذلك الخطأ يعني هذا الخطأ يعني هذا الكلام الخطأ أو مثلا إطلاق عرضي أنا لا يعجبني لأنه أنا أقول ذلك للمرة الثالثة منذ بداية حديثنا أنه مثلا إذا أطلق بلد ما صاروخا عابرا للقرات باتجاه بلد آخر فهذا البلد الثاني بغض النظر عما إذا كان هذا الصاروخ مزودا بالرؤوس النووية وغير نووية سيعتبرها بداية للحرب النووية وسيرد بالمثل طب هل هو خطأ؟ هل هو خطأ يعني حسوبي خطأ مميكا أم يمكن أن يكون فيه خطأ بشري؟ لا ما هو خطأ متعمد أنا هكذا يمكن أن أصف هذا الخطأ لأنه لا يمكن أن نصدق أن الآن التقنيات العالية الكمبيوتورية وغيرها المستخدمة في المجال العسكرية يمكن أن ترتكب مثل هذا الخطأ طبعا الخطأ قد يكون بشريا ويكون مرهونا بالمشغل مشغل الصاروخ الذي يعمل مثلا في هذا الوقت وهو يتصرف بالصواريخ الموجودة في المناوبة القتالية كما يقال باللغة العسكرية وبالتالي الخطأ قد يكون بشريا ولكن لا يمكن أن يكون فنيا لأن المنظومات والأجهزة الموجودة كافية للإنذار وتفادي حدوث حرب نووية أضف إلى ذلك عاملا سياسيا مهما وهو أن كل من الولايات المتحدة وروسيا تدركان أن الحرب النووية لو اندلعت فهي ستكون ببصابة أبوكاليبسي سي نهاية العالم فهي لن يكون فيها غالب ولن يكون فيها منتصر الكل سيقتل ويدمر بنتيجة الحرب النووية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر